بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج جيل تريند يمكن النهاردة بلتقي بيكو بالتأكيد في أول حلقة بعد مباراة القمة بالتأكيد اللي الأهلي فاز فيها على الزمالك بخمسة أهداف مقابل سلاسة وحلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليسة كثيرة جدا لكن حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة ونبدأ بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة النهاردة هل ظهر التحكيم بشكل جيد في الدوري بعد مرور ثلاثة جولات في المسابقة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا اللي ظهروا قدامكم على الشاشة صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي غضب رسمي وجماهيري بعد تصليحات حكم القمة وفي تريند المحلي انضمام صلاح والنني للمنتخب وخمسة ألاف مشجع لمصر والجابون على ستاة برج العرب أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند بالتأكيد زي ما قلت لكم في بداية الحلقة أو في الإنترو النهاردة بلطاقي بيكم بعد المباراة الكبيرة مباراة القمة وفوز الأهلي على الزمالك يوم الجمعة بخمسة أهداف مقابل سلاسة وما صاحب هذه المباراة من تصريحات وكلام كبير وأحداث كثيرة جدا يمكن تخطى قيمة المباراة وأهميتها وعرض الأهداف اللي أحرزت في هذه المباراة ليه كل ده؟ نحن محتاجين نحتوي الكلام اللي جاي ده أو نحتوي الموضوع كله لأن الموضوع بصراحة وصل لمرحلة كانت صعبة جدا خلال الساعات الأخيرة والمشكلة أن القضية نفسها أو الموضوع نفسه خارج من عنصر التحكيم من منظومة التحكيم يعني إلي السجدات التحليلية بتتكلم الجمهور بيعلق الصحافة والنقد الرياضي بيكلم الإعلامين بيعلقوا لكن الأزمة نفسها أن احتواء الموضوع نفسه لما خرج من منظومة التحكيم خرج بشكل غريب جدا نحن نحاول نحتوي الموضوع بس بشكل مختلف نحن نحتويه بس بشكل قانوني نحن نحتويه بس بشكل فير وعادل لأننا بنفوت بنلعب كورة والحاكم اللي بيدير المباراة لا يعرف ألوان ولا يميل لجهة على حساب جهة ولازم يلتزم بتعليمات الفيفا لما بيطلع يتكلم لا يتكلم في أحداث المباراة ولا يعلق على قراراته ولا حاجات كثيرة جدا طيب أول حاجة ودي آخر حاجة هبدأ بيها أن النادي الأهلي مبارح يمكن طلع بيان قال فيه أنه بيدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي بعد تصريحات حكم مباراة القمة وعبرت إدارة النادي عن إنزعاجها الشديد من التصريحات اللي جاءت على لسان حكم المباراة الكابتن محمد عادل الحكم الدولي اللي تكلم في بعض التفاصيل الفنية وعلق على بعض المواقف اللي حدثت فيه المباراة مخالفا بشكل كبير جدا تعليمات الاتحاد الدولي فيفا في مسألة منع الحكام من الحديث عن الأخطاء الفنية أو القرارات التحكمية اللي بيتخذها الحكم خلال المباراة واتكلم محمد عادل وقال إنه هو اضطر إلى التحدث مع مساعدين وقبلهم إنهم في مرحلة الإدارة وإنه سهل جدا أي لعب يعمل حاجة حاجة في حاجة ياخد كارت في كارت وممكن بالتالي المباراة تخرج عن السيطرة فبالتالي قال يعني احتوى اللعيبة في ظل التوتر اللي أصبهم من خلال إن الأهلي تقدم في أول خمسة وعشرين ديئة بسلسة أهداف مقابل لا شيء طيب كابتن محمود الخطيب من خلال هذا البيان اللي على الشاشة بيدرس بالتأكيد بصفة رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع للاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي الأهلي طيب أنا جزئية البيان مهمة جدا والإعلام لما النادي الأهلي بيطلع بيان بيشوف أهمية هذا البيان والبيان ده صدر بناء على إيه لكن أنا بلاحظ حاجة تانية خالص ليه يا جماعة الأهلي لما بيطلع بيان وبياخد موقف وبيدرس بعض الأمور للحفاظ على حقوق النادي الناس بتزعل يعني ليه الناس بتتدايق هو النادي الأهلي لما بيطلع بيان عشان تصريحات خرجت من حكم دولي أدار مباراة القمة هل التصريحات دي تصريحات عادية هل الكلام اللي تقال مش مخالف لتعليمات الفيفا بالمنطق مخالف وتصريحات غير منطقية وتصريحات على فكرة كارثية لأن التصريحات دي بتضرب مسابقة الدوري نفسها في مقتل بالمناسبة لأن انت المسابقة دي المفروض بتلتزم بمبدأ الفير بليه فير بليه يعني ايه يعني بتطبق قواعد اللعب النظيف الحكم نازل لا يعرف اللون الأحمر من اللون البيض شايف قراره قدامه زي مباراة منشاستر رونايتد وليفربول ماتش بتلاقي في أرض منشاستر رونايتد وليفربول عامل مسرحية وعامل فيلم كبير زي ما الأهل عمل في مباراة الزمالك ومع ذلك الحكم طرد بول بوكبا ده معناه ايه؟ معناه ان فيه قرار لازم يتاخد هي دي الفكرة فالأهل اللي ما بيطلع بيان هو بيحافظ على حقوق النادي ليه الناس بتزعل بقى؟ يعني ليه الناس بتتدايق لما النادي الأهل بيدافع عن حقوقه وبيشوف المصالح المشروعة لمصلحة النادي في الفترة الجاية طب ما هو في نفس الوقت لما النادي المنافس طلع بيان بيعترض فيه على معلق المباراة محدش علق لما اعترض على مخرج المباراة محدش علق ليه دايما قطة الأهل جمل؟ ليه دايما موقف الأهل ما بياخده في حاجة عشان يدافع عن حقوقه الناس بتزعل والناس بتتدايق؟ كل نادي يدافع عن حقوقه طبقا لما يراه والإعلام دوره أن يعلن ده ويطرح ده للسادة المشاهدين لكن لا ينتقد هذا الموقف ولا ينتقد هذا القرار لأنك لو هتنتقد هذا الموقف قد انتقدت قرارات كثيرة وبيانات كثيرة لأن ده أخرى في الفترات السابقة دي جزئية مهمة جدا في البداية طيب الجزئية الثانية تصرحات الكابتن محمد عادل بالمناسبة أنا زي ما قلت لكم يعني قادر إن كان بحاول أحتوي التصرحات اللي تقالت بس مهما احتويت هتحتوي كلمة قالت في بداية المداخلة ولا في نص المداخلة ولا في آخر المداخلة يعني حتى تعقيبه على رقلة الجزاء كان تعقيب غريب جدا لأن كل خبراء التحكيم قالوا حاجة وهو قال حاجة تانية تعقيبه على عدم حصوله أكثر من لعب على إنذار فإنذار أن أنا عايز أطلع بالمباراة والمباراة لازم أحتويها وغضب اللعيبة كل ده مش دور الحكم ده مش دور الحكم الحكم ياخد قرار بناء على اللي بيشوفه في الملعب يكشى حتى تدرد ثلاثة أربع لعيبة بدلين القانون القورة نفسه قانون قورة القدم بيقولك لو أربع لعيبة اطردوا والعدد أقل من سبع لعيبة المباراة بتستكملش فبالتالي أنت مسموح لك أنك تدرد واحد واثنين وثلاثة واربعة تدرد أكثر من العيب طالما القانون بيسمح بدا وطالما اللعب بيسمح بدا لأن أنت قاضي في الملعب قاضي في الملعب طيب تصريحات الكابتن محمد عادل الكل سمح وكل تكلم عليها لكن انبارح بالليل كانت فيه تصريحات أغرب على فكرة من الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق ورئيس اللجنة وهي المشكلة أن كل ما يطلع حد في منظومة التحكيم أو مسؤول في لجنة الحكام بيتكلم بيسبب مشكلة أكبر يعني المفروض أصلا المنظومة الوحيدة اللي ما تتكلمش هي منظومة التحكيم بالعكس إحنا لا شفنا كلام لبيت سمو سيماني ولا شفنا كلام لباترس كارتيرون لكن شفنا كلام كبير أول للحكم ولرئيس اللجنة أول حاجة معايا قدامي الكابتن عصام بيقول بيان الأهلي لم يكن في محله إطلاقا طب طالما بيان الأهلي ليس في محله إطلاقا ولم يكن في محله إطلاقا امبارح أعلنت لنا تعاقب محمد عادل مش أنت امبارح أعلنت أنه هيكون فيه عقوب على محمد عادل اللي نطلع يتكلم في الأمور الفنية ما هو بيان الأهلي بيتكلم في الأمور الفنية يا جماعة ما تقولوش الكلام وتعملوا عكسه طيب قالك أتمنى أن يحترمنا الناس لقد وصلنا للعظم في مصر كلها وصعدنا إلى الفضاء وصنعنا كنبيلة نووية ارحمونا واشعروا بقيمة التحكيم ولا تتعمدوا أن يكون العنصر الأضعف الذي يحاول الكل دهسه طيب إحنا ما زلنا بنحتوي برضو أولا لكابتن عصام فكرة أن نشعر بقيمة التحكيم ولا تتعمدوا أن يكون هو العنصر الأضعف يا كابتن عصام اللي بيتكلموا دايما عن مشاكل التحكيم وما الحكام أنت أكتر واحد بتتكلم عن مشاكل التحكيم في الإعلام عندك مشكلة مع الكابتن سعيد حمزة عندك مشكلة مع الكابتن توفيق السيد رئيس منطقة القاهرة أو رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة عندك مشكلة كبيرة مع الكابتن جهاد جريشة لغاية اللحظة دي الجهاد جريشة بيتكلم عليها وانت بتطلع ترد عليه فين الوجوه الجديدة في لجنة الحكام ليه نفس الوجوه القديمة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت بنفس الاخطاء اللي كانت موجودة ليه ما اعلنتش عن تشكيل اللجنة بشكل رسم عشان الناس تعرف مين معك في اللجنة رغم ان الصور كلنا شفناها نفس اعضاء اللجنة السابقة اللي كانت فيها مشاكل كتيرة كلنا عارفينها هي وقوحنا احنا بيجيب الكلام ده من عندنا ده احنا قادر ان كان بنحاول نقف في ظهر المنظومة كابتن عصام انت السنة اللي فاتت وانت في لجنة حكام في الاتحاد الافريقي وانت الشخص المصر الوحيد في لجنة الحكام في الكاف كان عندك مشكلة مع الاخوة الجزائريين واحنا اكتر ناس كمصريين كاعلام كنا وقفين في ظهرك وفي صفك الكلام ده ممكن ما يكونش ظاهر للناس في مصر ومش عارف اللي حصل لكن كنا احنا اكتر ناس بندفع عنك ولما الاخوة في الجزائري اشتكوا من كذا موقف من لجنة حكام الكاف وانت كنت مسؤول عنها انا عهدت على المستوى المهني كلمتك وخدت ردود افعالك ونشرتها واتكلمنا لان احنا بنقف في صفك احنا بنقف في صف الحكام المصري سواء هو بيحاكم في مصر او حتى بيمثل مصري في الخارج لكن في نفس الوقت انتوا لازم تقفوا جنب بعض لازم تديروا الامور بشكل صح لازم تحتووا مشاكلكوا بقى بشكل سليم بعيدا بقى عن احتواء الملعب لأ احتووا مشاكلكوا بشكل سليم فبالتالي محدش فينا بيتعمد ان يخلي عنصر التحكيم هو العنصر الاضعف انتوا اللي بتخلوها هو العنصر الاضعف انتوا اللي بتخلوه العنصر الاضعف واخر مشكلة هي مع عاجات جريشا الناس كلها سمعت وشافت وعرفت المشكلة جاية منين فاحنا مش بنستنع مشاكل المشاكل جاية من المنظومة نفسها من منظومة التحكيم احنا بنحاول نوفقا بيكو لكن اللي احنا شايفينه غير كده خالص وانتوا اصلا بتعملوا او بتقولوا تصرحات وبتقولوا قرارات غريبة جدا طيب الجزء التاني وهو بقى جزء فني الكابتن عصام قال اتمنى من لا يفهم في التحكيم ان يسأل لقد احتسب الحكم ركل الجزال الاهلي والنتيجة اربعة واحد هذا حكم بالاعدام يرد على الناس التي لا تفهم في التحكيم طيب لكابتن عصام برضو لو هنأتكلم على خبراء التحكيم والتحكيم ما انت حضرتك نفسك لما طلعت حللت المباراة تحكيميا عاقب المباراة قلت ركلة الجزاء اللي احتسبت على الاهلي وجي منها الهدف التاني للزمالك او الهدف التالي كان من اعاقة لحمد فتح خرج الكابتن محمد عادل وقال لا انا حسبتها لني في اعاقة من علي معلول وهو أصل لا علي معلول عمل اعاقة ولا حمد فتح عمل اعاقة لكن انت حضرك لما طلقت حللت اللعبة حللتها بشكل غير صحيح وحللتها غلط وقلت بتحاول تجد مبرر للقرار بتحاول تجد مبرر للقرار بدليل ان الحاكم نفسه اللي خد القرار قالك لا انا حسبتها العالم معلول يبقى مين بقى اللي مش فاهم في التحكيم يعني مين اللي بيتكلم في التحكيم غلط احنا ولا انتوا انكم مختصين بهذا الموضوع فالمشاكل اللي بتحصل من عنصر التحكيم من عنصر التحكيم محتاجة قرار واحد بغض النظر بقى عن كل اللي اتقالي الفترة الاخيرة دي المشاكل دي لازم يطلع من وراها قرار ايه هو القرار زي ما الدوري المصري السنادي بادئ بداية مختلفة وزي ما الناس ابتدت تتجه بالفعل للعمل الاحترافي وابتدى يكون فيه ربطة للاندية المحترفة بتدير الدوري بشكل محترم الربطة ادتنا كده يعني يعني احساس ان احنا هنشوف موسم مختلف في كل شيء تصوير ادارة نظام قرارات كل حاجة الناس حسستنا ان احنا هنتفرج على كل المباريات مش اهله زمانك بس لأ كل المتشاط لان الصورة نفسها بتخليك تتفرج مبسوط بشكل الصورة في مباريات الدوري لكن حاجة واحدة بس لسه ما حصلش فيها تطوير ايه هي ملف التحكيم لجنة الحكام محتاجة خبير اجنبي يدير الملف ده لجنة الحكام محتاجة رئيس لجنة خبير اجنبي احنا مش اقل من الاخوة في السعودية وفي الامارات وفي الدوحة عشان يرتقوا بمنظومة التحكيم جابوا خبراء اجانب بيديروا الملف ده جابوا خبراء اجانب بيرقصوا لجنة الحكام في الدول دي وفي رابطة الاندية في الدول دي المحترفة بقى من اكتر من حوالي 15 سنة وده في النهاية لما بتبص على نهاية دورة ابطال اسيعة تلاقي حكم اماراتي بيدير المباراة الحكم المصري فيه من كاس العالم القادم عشرين اتنين وعشرين ليه جهات جريشة بعد ليه امين عمر بعد ليه الحكام في قارة افريقيا او الحكام المصريين في قارة افريقيا مش موجودين في الاحداث الكبيرة اخر نهاء افريقي او اخر نهاء كان فيه حكم مصري كان جهات جريشة وحصلت بعدين مشاكل لجنة الحكام تحتاج الى خبير اجنبي لادارة عنصر التحكيم او لادارة منظومة التحكيم والمفروض التصرحات الاخيرة اللي خرجت من الكابتن عصام واللي خرجت من محمد عادل دي كفيلة المفروض كفيلة باتخاذ قرارات ان يكون فيها توجيه الشكر للكابتن عصام وكفيلة ايضا ان الكابتن محمد عادل يبتعد لفترة لانه خالف تعليمات الفيفا يا كابتن عصام انت المفروض عد وفي لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هل تجرؤ انك تدي الحق الحكم بعد اي مباراة في دور الابطال او كاس الكونفدرالية او تصفيات كاس امم تقول له اطلع اتكلم في الالام عشان انت عملت مباراة كبيرة هل دا يا جوز ما تقدرش تاخد القرار ده ففي نفس الوقت انت خدت القرار ده طيب دلوقتي ما لا يحاسب على الفاتورة دي محمد عادل لا مش لوحده رئيس اللجنة لازم يتحاسب لانه كمان في نقطة اهمه واخطر من اللي جاي لما كابتن محمد عادل قالي الكلام ده الاندية مش هتكلم على الاهلي والاهلي طبيعي هو مش هتحكم محمد عادل للاهلي لكن والزمالك كمان مباراة زمالك والاسماعيل اللي جاية او مباراة اللي جاية اي بقى اي حكم بقى بينزل يقول لك احتوي فرقة عشان خسرنا واحد ولا خسرنا اتنين بالمناسبة احنا على المستوى العملي جو والمنظومة حاسين بدا ونشوف ده بس لما يطلع الكلام بشكل رسمي من حكم دولي زي كابتن محمد عادل وهو على فكرة يعني خلاص سنتين وهيعتزل هيعتزل دوليا يعني راجل عنده 43 سنة فعنده خبرات كبيرة في مجال التحكيم لما يطلع يقول ده بشكل بقى رسمي وتصرحات رسمية ده المفروض هنا الدنيا الدنيا تتقلب لان يا جماعة انتوا بتتكلموا في نزاهة مسابقة انا مش قادر اتخيل ان الكلام الناس بتاخدوا بشكل عادي جدا والناس تقعد تقول لك انت هتتقلبوا اهل وزمالك والله ما اهل وزمالك ما خدوا بالك ممكن الكلام اللي قاله كابتن محمد عادل ده ينطبق على ابراهيم نور الدين في مطش الجيش والمقولين ما كنا نشوف نرقل الجزائد حسبت لطلاع الجيش في السواني الاخيرة امام المقولين والمباراة انتهت واحد واحد وكانت عادل ايجابي ما خلاص بقى ما انت المعيار ده كل لعبة الدور المصري وكل مدرب الدور المصري بقت امامها وهي نزلة المباراة وقبل الصفرة البداية بتفكر في الجملة دي وكل قرارها هيتخذ الفترة جاء هتفكر في الجملة دي هو ايه مش عايزي خلاص المباراة هتصفر عشان الفريده عنده مشكلة اتنين سفر نتيجة كبيرة تلاتة سفر ايه مش عايز يترد هو الكابتن محمد عادل نفسه هيحكم ازاي الفترة الجاي بعد الكلام اللي تقال قادرة تدير الملف او تبقى بنفس القياس اللي مشى به ربطة الاندية لا ييجي خابير اجنبي يدير الملف ده لان احنا جربنا كل الناس اللي مسكت اللجنة على اخر اربع سنين شفنا كلام غريب جدا بيحصل في لجنة الحكام شفنا كلام يا جماعة ده جملة هجبله الحكم اللي بيحبه لغاية اللحظة دي بنقولها ومع ذلك الدنيا عادية جدا واللي خد القرار او اللي قال الكلام ده مستمر وموجود يعني اللي قال الكلام ده كان رئيس لجنة السنة اللي فاتت ووضو لجنة السنة دي وموجود في حفل تكريم الحكام الواعدين والدنيا عادي جدا الكلام ده في دول وفي دوريات كبيرة في اوروبا فيها اندية بتنزل درجة تانية فيها مسئولين فيها مسئولين يعني فيها مسئولين مش عارف اقول لك فيها مسئولين ما بنشوفهمش ما بنشوفهمش في المجال تاني بيتعودوا تماما فالآل لما يطلع بيان بيدافع عن حقوقه محدش يعترض على هذا البيان الآل بيدافع عن حقوقه فبالتالي قدر امكان انا بحاول احتوي الكلام وبحاول يعني ايه اناقي او يعني ايه اختار الكلام المناسب في الحدث اللي احنا فيه لكن بس الاحتواء عن الاحتواء يختلف يعني احتواء هنا احتواء ايجابي لان احنا دايما الترند بتاعنا ترند ايجابي فاتمنى الفترة الجاية يكون فيه قرار بوجود رئيس لجنة حكام اجنبي خبير اجنبي يدير الملف ده اللي احنا محتاجين نشوف الحكام المصريين في الاحداث الكبيرة انا نفسي اشوف حكم في كاس عالم مايبقاش اخر مرة جهات جريشة في 2018 ونقعد بعد كده اربع سنين او ثمان سنين ما عندناش حكم في كاس عالم معيار نجاح الحكام في مصر وجودهم في كاس العالم مفيش حكم مصر في كاس عالم ده فشل للجنة وللحكام فاتمنى الفترة الجاية اشتركوا في خبير اجنبي طيب احتويت الكلام على قد ما اقدر يعني في الملف ده الترند الايجابي احنا هنا القادر امكان بنحاول نكون ايجابيين وبنحاول نصدر الصورة الايجابية فيه ترند ايجابي مهم جدا واحنا قادر امكان نحاول نبروزه لان كان مهم جدا الناس تشوفه من خلال صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة تعالوا نشوف الترند الايجابي اللي معنا ايه وعندي تعليق بعد الفيديو اللي عنشوفه موسيقى ايه رأيكم في الترند الايجابي محمد مجدي افشا بيدي لأحد الولاد الصغيرين اللي هم البراعم الصغيرين اللي موجودين لرمي القراط في الملعب زعلان ان فرقته فرقت زمالي خسرانة خمسة واحد ولسه المباراة طبعا افشا خرق في دي اعتقد سبعين يعني او في منتصف الشوت اللي التاني قالوا ما تزعلش الدوري لسه طويل فهديك التشيرت بتاعه وطلب تشيرته اداله التشيرت بتاعه ده الترند الايجابي ده الرمز اللي احنا لازم نبروزه للناس ده الصورة الايجابية لنجم قدر الامكان بيحاول يكون فاهم يعني ايه لاعب في النادي الاهلي ده الانسان او ده الشخص اللي محتاج يكون ده الشخص اللي محتاج الجمهور والقنوات الفضائية والمقدم البرامج والصحفيين كلهم يتكلموا عنه ليه بقى لان البراعم او الاولاد الصغارين لما يطلعوا ويشوفوا نجم كبير زي محمد مجد افشا بيتعامل مع ولد ممكن يكون بيشجع الفليل المنافس شوفوا بقى ده ده اطار الروح الرياضية دي الصورة اللي احنا عايزين نوصلها ودي الصورة اللي عايزين نبروزها واحنا هنا عشان ترين دي ايجابي دايما ودايما بنتكلم في الايجابيات كان مهم من بروز ده اتمنى اتمنى كل يشتغل على بروزة ده مش بروزة حد بيطلع دايما يشتم وبيروح عند المدرجات وبيخرج عن النص والناس بتدفع عنه وعايزة يرجع يلعب المطشط الجاية يعني واحد خرج عن النص والناس كلها شافت فيديوهات صورة وناس عايزة ترجعه وبتدفع عنه دي اللي محتاجة تتبروز حافظوا على الشباب الصغير اللي طالع وقدروا قيمة الاعلام لما لازم يصدر صورة ايجابية عشان نحافظ على الاجيال اللي جاية محمد مجد أفشا كان خير ومسال للكلام اللي انا بتكلم فيه ده وكل التوفيق ليك وكل التوفيق للأهل في المنفترة الجاية لان بالتأكيد الصورة دي والشكل ده مش هيجي من فراغ طول ما المنظومة ماشى صح طول ما النتائج هتبقى صح والحمد لله النتيجة الأخيرة بالفوز على الزمالك بخماسية كانت نتيجة بتدل على ان الفريق ده ماشي بشكل كويس رغم حالة الانتقادات الغير طبعية اللي بتتصدر ضد الأهل ومسيمان وجمهور الآلي غير صحيحة وآخر حاجة قبل ما اختم واطلع فاصل اللي عايز يعرف رأي جمهور الآلي في الفريق وفي الجهاز الفني ومسيماني يبص على تشجيع جمهور الآلي في الاستاذ جمهور الآلي الحقيقي اللي كان في استاذ القاهرة السوشيال ميديا لا تعبر عن اهتمام وتشجيع جمهور الآلي ببيت سوموسيماني واللاعبين جمهور الآلي الحقيقي في استاذ القاهرة لما شاف الجهاز الفني وشاف مسيماني وشاف اللعيبة شجع وقف في ظهر الفريق ولما الاستاذ هيتملي لخمسين ألف وستين ألف هتشوفوا الكلام ده لان احنا للأسف عشنا عشر سنين السوشيال ميديا الناس بكتش عارف اللي بيكتب ده أهلاوة ولا زمالكاوي وزا ما قلنا قبل كده كان بيبقى فيه اختراق للسوشيال ميديا في مواقف كثيرة جدا لكن الحمد لله الأهل نجح وبيستمر في نجاحه وبإذن الله على القمة دايما فيه بطولاته أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى تريند الآلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجودة عبر السوشيال ميديا وصفحات السوشيال ميديا بتتكلم عن الأهل بتقول إيه بعد الفوز على الزمالك بخماسية نبدأ مع بعض تريند الآلي من حساب جول على تويتر واللي نشروا بعض الأرقام بعد مرور ثلاث جولات من الدوري المصري الآلي هو صاحب أعلى أهداف برصيد عشر أهداف يلي نادي بيرامدز بيه سبع أهداف البنك الآلي صاحب أقوى دفاع حيث لم يدخل مرماص هو هدف واحد فشل النادي الإسماعيلي في الخروج بأي نقطة حيث هزم في السلاس مباريات في الدوري حتى هذه اللحظة صورة طبعا رائعة حمد فتحي شريف حسين أيمن أشرف أفشا والخماسية بالتأكيد للجمهور بعد الفوز على الزمالك كان أرقام مميزة بالنسبة للأهل بعد الفوز على الزمالك وأول ثلاث مباريات في الدوري العام طيب حساب الأهرام وحساب الأهرام على تويتر بالكلمة لأن محمود متولي بيعود لتدريبات الأهل يوم الخميس بعد غياب طويل إن شاء الله نطمن على حالته ويمكن الفريق كلنا عارفين أنه خد خمس أيام أجازة مسيماني ملاح الفريق خمس أيام أجازة وهو حتى سافر جنوب إفريقيا ويرجع إن شاء الله مساء الأربع مساء الغد ومن السبت للأربع أجازة وأول مرة أنه هيكون يوم الخميس وبتأكيد هتكون فيه مباراة ودية والاستعداد للمرحلة الجالية إنه كمان بعد التوقف اللي جاي فيه ثلاث مباراة الأهلي في الدوري قبل التوقف اللي جاي كمان فيه مشاركة منتخبنا الوطني في كأس فيفا للعرب آخر الشهر الجاري طيب نروح له حساب الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي بتكلم على سناء الأهلي المصاب العائد في الفترة القادمة صفحة رسمية للوطن سبورت بتتكلم على محمود متولي وصلاح محصن وكان فيه فرمان من بيت سم السمانين الجهاز الطبي يتابع حالة الصناعي خلال فترة الأجازة عشان لما الفريق يرجع للتدريبات يوم الخميس يكون الاتنين موجودين إن شاء الله في المران الجماعي وألف مليون سلام عليهم إن شاء الله نشوفهم في التشكيلة وفي التدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية طيب كمان مع بعض ونبدأ من خلال حساب يلا كورة تقارير عادة جلت أسراي اهتمامه بضم أليو ديانجي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هي بقى الحاجة اللي بتزعني والجمهور حتى واخد باله من القصة دي الأهل كسبان وعمل نتيجة كبيرة وتلاقي الانتقاد لبيت سم السماني وإن فيه لعيبة هتمشي وفيه لعيبة هتقعد وإن الراجل عايز لعيبة حتى كمان في خط الدفاع هو لسه فترة الانتقالات جت ده الأهل كسبان يعني الأهل كسبان نشوف مع بعض اللي جاي لأنه كمان اللي جاي أغرب وأغرب صفحة بطولات بتتكلم على أن الجلت أسراي يضع شرطا قبل التفاوض مجددا لضم ديانجي من الأهل يعني كمان لا داخلنا في تفاصيل التفاوض وأن التفاوض بدأ من جديد أو تم استكماله بعد ما توقف فترة وأن الجلت أسراي بيقول أنه لو كمل في الدور الأوروبي هيبدأ المفاوضات لضم أليو ديانجي هو حد قال لكم الأهل عارض أليو ديانجي للبيع هو بعد مباراة القمة الأخيرة والفوض بالخماسية على الزمالك هل ممكن حد يكون بيفهم كورة يقول أن الأهل هيستغن عن ديانجي في يناير وإنت لسه المشوار الأفريقي بجده هيبدأ في شهر فبراير أي منطق وإي عقل ممكن يقول الكلام ده طب نشوف اللي جاي كمان إيه هل ديانجي بس ولا الكلام على مين حساب الأهرام لاعب الأهل يرفض الرحيل إلى الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية الخبر ده أنا قريته أكتر من مرة في بداية الموسم ومن حوالي شهرين في التوقيت اللي كان لسه محمد محمود راجع من الإصابة وقالنا محمد محمود مكمل مع الأهل وعنده إحساس أنه هو لا هياخد فرصته في الأهل وعنده تحدي ونزل لعب مع فريق الشباب مباراة رسمية في دور الشباب ودور الناشئين فبالتالي محمد مكمل طيب نشوف كمان إيه اللي مكتوب عن بعض اللعيبة موسيماني غاضب من الأهل الأهل كسبان خمسة وموسيماني واخد أجازة وموسيماني غاضب من الأهل موسيماني غاضب من الأهل ليه بقى بصوا بوابط أخبار اليوم على تويتر بيقول إيه إن بيتسو موسيماني طلب سرعة التعاقد مع قلب دفاع يعني ها يحتوي موسيماني بعد غضبه ده ولا أعمل إيه طيب يعني نحتويه طيب يا جماعة يعني خلينا نتكلم بمنطق شوية راجل كسبان خمسة وأداء مميز وحصلت إصابات ونزلت لعيبة وقدت بشكل كويس هل تلت ساعة خلاص الراجل بقى أزعانه وغضبان وعايز تدعين في خط الدفاع أما اللي المنافس يعمل إيه يعني لما يبقى القالي كسبان خمسة ها القالي كسبان خمسة والناس تقولي القالي عايز يدعم خط الدفاع وموسيماني غضب من الأهل أنه عايز يدعم خط الدفاع وعايز يدعم حرص المرمى طب المنافس إيه طيب يعني المنافسين إيه طيب يا جماعة مش أقولي المنافس واحد بس المنافسين إيه طيب هو التركيز ليه على الأهل بالشكل ده ليه تصدير صورة دايما أنه فيه مشاكل فنية والفرقة ليه فيه تصدير دايما أنه فيه مشاكل فنية ليه مش الناس مش قادرة تقتنع أنه فيه مدرب إفريقي نجح في مصر ليه الناس مش قادرة تقتنع ان فيه مدرب افريقي عمل ارقام مع الاهلي في فترة 10 شهور او 12 شهر محدش قدر يحقاها على اقل اخر 10 سنوات ليه الناس مش قادرة تقتنع لا مسيماني غاضب ولا طلب تدعيم خط الدفاع ولا فيه كلام من ده اصلا دلوقتي لسه الكلام ده لسه على شهر يناير ولسه عندنا مباريات محلية فالكلام ده سابق لقوانه وما لو كان لقدر الاهلي خصب بالخمسة وكان خد اجازة ده لالغاية دلوقتي ما سمعتش كلمة واحدة عن مدرب الفلي المنافس اللي خصب بالخمسة انه راجع ولا مش راجع لا ده ممكن كمان بقرة وبعده لو منافس مثلا ايه يعني بيتسو اتأخر يوم لا ده شكله جاهله عرضي في الخليج اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وعندنا كلام مهم ايضا كمان عن منتخبنا الوطني وازاي بيستعد المباراة انجولا في تصفيات كأس العالم اهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن منتخبنا الوطني اللي بيستعد بالتأكيد لجولة الخمسة امام انجولا في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بالنسبة لتخطى 80% منتخبنا ضمن التأهل لكن بالتأكيد لازم تاخد يعني نقاط ايجابية من مباراة انجولا المكسب مهم جدا عشان التصنيف لكن التعادل ان شاء الله ممكن يكون كافي للتأهل للمرحلة الاخيرة والدور الفاصل اللي في شهر مارس القادم نهاردة صباح اليوم انضم طبعا اخر سنائي محترف في الدوريات الاوروبية استعدادا طبعا للدخول في معسكر مغلق مع منتخبنا الوطني محمد صلاح ومحمد النني نجمة الكرة المصرية المتقلقين بشكل رائع في الدوريات الاوروبية وتحديد الدوري الانجليزي نهاردة انضموا للمنتخب وكان فيه تدريبات صباحية في احدى القاعات المتخصصة في مقر الاقامة في برج العرب وبكده تكون صفوف المنتخب اكتملت في معسكر برج العرب بكرة الفريق ان شاء الله ساعة واحدة الدور هيتوجه الى العاصمة الانجولية لواندا استعدادا للمباراة ان شاء الله المقرر اقامتها يوم الجمعة الساعة 9 ضمن لقاءات الجولة الخامسة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم المنتخب ان شاء الله بعد المباراة يعود مباشرة الى مصر وعشان عنده مباراة على طول بعدها باربع ايام يوم 16 مع الجابون وتقرر اقامتها ان شاء الله الساعة 3 العصر على استاد برج العرب حتى الان ممكن تتنيل الصادق قاهرة لكن حتى الان المباراة في برج العرب يوم 16 نوفمبر الساعة 3 العصر مباراة مصر وانجولا هيدرها لطاقم تحكيم من الكنغو الدموقراطية بقيادة الحاكم الدولي نادالا الحاكم ده يمكن اضر مباراة عزيزة لمنتخبنا الوطني وحتى للنادي الاهلي في البطلات الافريقية ومعها سفاري كابيني مساعد اول ودي سياوي دي داي مساعد تاني وملالا كابانجا حاكم رابع وتم تعيين تشلونجا ايرستوس من نبيبيا مراقب للمباراة لقاء الجولة الاخيرة مع الجابون هيديروا الحاكم التنزاني كومبا فرانك وهيكون معا مساعدين من بروندي دي سيريه ونكونة تيريه وحكم مرابع كمان وفي التونسي بوجاليل بوسيرة مراقب للمباراة وان شاء الله بإذن الله نقدر ناخد الست نقاط عشان التصنيف مهم جدا في صراع التصنيف مع المنتخب الناجيري اللي بيننا وبينه حوالي 30 نقطة قبل آخر جولتين في التصفيات الافريقية طيب خبر كمان مهم جدا متعلق بقى بحضور الجماهير أخيرا في مباراة مصر الأخيرة مع الجابون هيكون في حضور لـ 5000 مشجع هيكونوا موجودين يسندوا ويؤذروا المنتخب إن شاء الله والفترة الجاية خلاص الأمور رايحة في إطار أن المباراة الافريقية لو أنت عايزة دخل 60 ألف يشجعوا للتحاد الافريقي ما عندوش مانع أنت حط الإجراءات بتاعتك وبلغني قبل المطشة 24 ساعة رسمي وانا هديك الموافق حتى لو المباراة يحضرها 70 ألف متفرق ما فيش أي أزمة خالص فبالتالي مباراة مصر الجابون هيكون فيها 5000 في مباراة تانية على فكرة فيها 15 ألف و20 ألف مباراة الجزار وبركينة فاسو هيكون فيها 15 ألف في ملعب مصطفى اتشاكر التزاكل هتطرح في مباراة مصر والجابون المخصورة الأمامية 300 جنيه والدرجة الأولى 100 جنيه والدرجة الموحدة 50 جنيه وقدامكم على الشاشة طبعا دي تصريحات روجر ديساء المساعد لكارلوس ساكيروش بالأمس بالتأكيد واتكلم مع الصحافة والإعلام عن اختيار القايمة والاستعداد للمرحلة الجاية وإزاي المنتخب بيفكر في المرحلة الجاية وهي خطوة مهمة بعد الفوز على ليبيا في الجولتين السبقاتين واللي بالتأكيد سهموا بالنسبة كبيرة أن منتخبنا يقترب من التأهل إلى الدور الفاصل طيب نروح مع بعض بقى ونشوف صورة جميلة صورة تقدر تقولوا عليها كده بتتكلم على رحلة كفاح ومشوار كفاح الاتنين بدعوا مع بعض ولابوا مع بعض في نادي المقولين وعلى مدار حوالي 15 سنة وجهوا صعوبات كبيرة جدا محمد النني نشر من خلال حسابه الرسمي صورة ليبي تجمعه من محمد صلاح من خلال رحلتهم إلى مصر عبر طائرة خاصة رحلتنا بدأناها مع بعض من 15 سنة الصورة معبرة وعمل منشن طبعا ليه محمد ده صلاح ربنا وفاكوا أنت رحلة كفاح وصورة لازم تتباروس برضو ويبقى تريندي إيجابي ونوريها للأجيال إزاي تقدر وانت بتواجه صعوبات تتغلب عليها عشان تقدر تحقق نجاحات وتحقق طموحك اللي انت نفسك توصله عندنا نجم كبير زي صلاح بيلعب في نادي ليفربول وعندنا محمد النني موجود في نادي أرسنال وطبعا فريقين قبار جدا في العالم مش بتكلم في الدورة الإنجليزية فقط طيب أروح كمان للحساب الرسمي لليوم السابع وبيكلموا على أن كارلوس كيروش ضم محمود الوينش اللي بيعست منتخب مصر إلى أنجولا رغم قرار بالتأكيد إيقافه لن عنده إنذارين فبالتالي مش هيلعب مباراة أنجولا لكن الجهاز الفني بعد طبعا استبعاد عمر مرموش بسبب الإصابة اكتفى أنه هيكون معاه 25 لاب وال25 هايكونوا موجودين مع منتخبنا الوطني في أنجولا لأنه خلاص الوقت دي أنت هترجع من أنجولا عندك على طول 72 ساعة وتستعد لمباراة الجابون فيكون الوينش معهم في التدريبات وبالتأكيد عشان يكون جاهز من خلال جرعة تدريبية ويكون زيهم عشان لما يرجع ممكن يدفع به في مباراة الجابون الأخيرة فلازم يكون الكل في أتم الجهازية وتحت وجهة نظر بالتأكيد كارلوس كيروش المدير الفني أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند وهتكون مخصصة فقط لطرح كل الآراء للسادة المشاهدين اللي بدأوها معنا نهاردة في حلقة اليوم في السؤال اللي طرحناه في البداية هل ظهر التحكيم بشكل جيد في الدوري بعد مرور ثلاث جوالات من المسابقة؟ نبدأ بعض ونشوف واقل بيقول إيه؟ قال التحكيم ظهر بشكل احتوائي وحنين قوي ويعوض علينا ربنا في القوانين واللوايح ما تتعبوش نفسكم أصلها بقى تمشي بالحنية والاحتواء وعجب على الدوري المصري عميق عميق يا واقل بصراحة محمد عبد المواطي بيقول المفروض مع وجود الفار تختفي الأخطاء التحكمية ولكن مع وجود الأخطاء إذن في قصور في تطبيق القانون ناس فهمك كويس قوي اللي بيحصل في المتشاط أحمد علام أو أحمد علام الدين بيقول حكام عندها احتواء للمهزوم شفتوا التصريح إزاي خطرته هتأثر على مستقبل المسابقة رمسيس المصر بيقول بصراحة تحسن بسيط أقترح دكتور نفسي للحكام عشان الخوف يقل شوية على فكرة ده موجود حتى في لامة حكام الكاف وفي الفيف فتايما بيبقى فيه طبيب نفسي ودكتور تخزية ده أمور علمية مطلوبة على فكرة وكمان دكتور تنمية بشرية عشان يوجه الاحتواء انت عايز تقول اه يعني الاحتواء محتاج HR ماشي وسامة سند بيقول والله التحكيم جيد في معظم المباريات إلا نادي واحد الحكام بتحتوي الناس بطلقت كده الكلمة وعارفة هي بتكتب ايه وبطلق ايه لكن في النهاية هي وجهة نظر كل السادة المتابعين والمشاهدين ومهم جدا تعرف انطباع الناس مهم جدا تعرف نبض الشارع مهم جدا تعرف الناس لما بتسمع تصرحات لناس مسؤولة هل التصرحات دي كانت بجد لناس مسؤولة عن إدارة لعبة عشان كده أنا بأكد ان الملف ده مهم جدا ملف ده لا يقل أهمية عن ان احنا عملنا ربطة أندية وعملنا إدارة مصابقات محترفة وبنعمل شكل مختلف للقرى المصرية لفترة الجاية فبالتالي العنصر الوحيد اللي بقى هي عنصر التحكيم وإحنا عندنا والله يعني المادة الخام أو الحكام المميزين موجودين والحكام الوعدين موجودين بس محتاجين حد يشتغل معهم بشكل محترف لان صعب قوي 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 لما يطلع حكم يقولك أسيطر على المباراة واحتوي المباراة واحتوي اللعيبة الفرقة لو خسرنا 6-0 ولعيب عمل قرار عكسي ياخد القرار الإداري أيًا كان المباراة نتيجتها كام احنا تعلمنا ده وشوفنا ده وأصلاً مفيش رئيس لجنة بيوجه حكام يعملوا إيه وما يعملوش إيه انت تتوجههم في حياة واحدة بس طبق القانون والله قبل ما اختم أول مباراة بعد المطش كده جات لمكلمة من حكم دولة والله كبير قال لي إيه رأيك قلت تقول لك كان فيه أخطاء تحكمية والمطش كان ممكن يطلع بنتيجة وسكور أكبر من كده خدوا بالك وحنا بنتكلموا كاسبانين خمسة إن مشكلتنا مش النتيجة إن مشكلتنا الأخطاء فقال لي انت عايز ياخد قرارات ويطرد عشان يحصل زي ما حصل مع مركبات الفرنسي والمطش يتلغي هي زيلة عقلية اللي بتدير التحكيم في مصر بشكر حضراتكم بالتأكيد على المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة في برنامج الترين شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء